السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الخميس الثلاثين من شهر يولي 2020 عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله يوم غد الجمعة هو عيد الأضحى المبارك أصدقائي فكل عام وأنتم بخير نعرف بأن هذه السنة عيد الأضحى جاء في ظروف مغايرة لما تعودنا عليه بسبب كورونا لكن أصدقائي أخبروني كيف سوف تحتفلون وكيف سوف تقدون يوم العيد أصدقائي بالنسبة إلي أنا أخذت إجازة أصدقائي أخذت إجازة عندي إجازة من العمل الآن سوف أخبركم بما أن يوم غد هو يوم العيد كيف ستكون حالة التقص في ألمانيا سيكون وستكون حالة التقص حارة وحارة للغاية أصدقائي لذلك إذا رغبتم يوم غد قضاء اليوم أيضا في الطبيعة أو في مكان بيئة الطبيعة خذوا معكم دايما هوت وعملوا واقي ضد الشمس إلى أخره كما تلاحظون في شمال ألمانيا ستكون حرارة تصل إلى 22 درجة على بحر نغزي وعلى بحر أستزي وسط ألمانيا 27 إلى 33 درجة وجنوب ألمانيا تصل في بعض الأحيان إلى 39 درجة حرارة قوية قوية جدا يوم غد يوم صيفي مشمس قوي في ألمانيا بصراحة عيد مبارك سعيد سنمر الآن إلى باقي الأخبار الخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية كما تلاحظون جريدة بلد تقول قلق حكومي من عودة العائلات التركية الكبيرة وسفرها إلى تركيا لأننا نعرف بأن تركيا توجد باللائحة الخاصة بالدول تحذير من الصفر والدول التي تحذر ألمانيا الناس الصفر إليها هي الدول التي فيها حالات كثيرة لكورونا لكن لاحظوا بأنه رغم هذا التحذير من الصفر عدد كبير من العائلات التركية تذهب وتسافر إلى تركيا وتأتي إلى ألمانيا وقالوا بأن هناك بعض أعضاء الحكومة القلقين من هذا الوضع والذين متخوفين من أن بعض الناس يذهبون إلى تركيا وبعد ذلك يرجعون إلى ألمانيا ويجلبون معهم كورونا أصدقائي لذلك هناك تفكير حكومي بزيادة عدد الأماكن التي يمكن عمل فيها بالمطار لتحليل ضد كورونا لمن جاء من تركيا أو من جاء من الدول التي توجد بلائحة التحذير من الصفر أو إجبار الناس على عمل حجر صحي إذا لم يعملوا فحص بأنهم لا يحملون كورونا هناك خبر اقتصادي آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية والتلفزيون أصدقائي هو أن الاقتصاد الألماني نزف وينزف ووصل نزفه إلى ناقص 10.1% لأول مرة في تاريخ ألمانيا ينزل ويتكمش ويتقلص الاقتصاد الألماني يعني 10% نتكلم هنا على قيمة من المليارات من الخسائر التي يتعرض لها الآن الاقتصاد الألماني والسبب هو الغلق الكلي الذي عرفته ألمانيا وعرفته أوروبا في الشهر الثالث والشهر الرابع ونعرف بأن ألمانيا دولة مصنعة يعني دولة تصنع وتصدر فلم تستطيع ألمانيا أن تستمر في الصناعة بالشهر الثالث والشهر الرابع والشهر الخامس كما كانت دائما تعمل لأن السوق الذي تعتمد عليه ألمانيا هو السوق الأوروبي وأغلب الدول الأوروبية في ذاك الوقت كلها غلقت على نفسها لذلك خسائر كبيرة كبيرة عرفها الاقتصاد الألماني ويأملون بأنه بنهاية السنة أو السنة المقبلة يتم تعويض الخسائر أصدقائي سبب الخسائر الاقتصادية الألمانية أدت أيضا إلى ارتفاع البطالة البطالة في ألمانيا الآن ارتفعت ووصلت رسميا لأول مرة منذ سنوات إلى 2.9 مليون عاطل عن العمل في ألمانيا يعني تقريبا ثلاثة مليون عاطل عن العمل هذو الأشخاص العاطلين على العمل ولا ننسى أنه تقريبا سبعة إلى عشرة مليون شخص أصبحوا يحصلون على مرتب كورتس أغبايتس جيلد يعني أنه أيضا الدولة هي التي تدفع لهم أيضا أجرتهم في العمل لأن صاحب العمل لأسباب وظروف معينة لم يعد قادرا على دفع مرتب الناس أيضا تكلموا على أن شركات السيارات تعاني وتعاني بكثرة بسبب كورونا وشركة فولكسفاغن أعلنت على هذا اليوم على خسائر تصل إلى 1.4 مليار يورو بسبب كورونا لأن شركة فولكسفاغن عندما جاء الغلق الكلي بالشهر الثالث والشهر الرابع توقفت أيضا عن تصنيع السيارات وتوقفت أيضا عن تصدير السيارات ونعرف بأن شركة فولكسفاغن فوفي هي أكبر شركة عالمية على وجه الأرض هي الأولى في العالم في المركز الثاني تأتي شركة تويوتا وبسبب الغلق الكلي لأن أغلب السيارات التي تصنع في ألمانيا يتم تصديرها ألمانيا تعتمد على التصدير بشكل كبير لكن بسبب كورونا كل دولة أغلقت حدودها والناس لم تعد تقتني البضاعة والصيارات والصناعة الألمانية لذلك حتى الشركات الصيارات عملوا خسائر وخسائر كبيرة في ألمانيا كانت هذه هي الأمور التي تتكلم عنها ألمانيا كي تكون على معرفة بكل شيء هذه القناة تعتمد دائما على الصدق على الأمانة في نقل الأخبار سنمستمر على هذا المنوال عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خيال ترجمة نانسي قنقر